الحقيقة والحق يقال ان مجلس ادارة النادي الاهل الحالي من اكفى واعظم الشخصيات الرئيضية حقيقة يعني لو اخطون فرادة او جماعة ما في الشك انه مجموعة من الشخصيات الرائعة لابن يكن لها كل احترام وتقدير ناس ادوا المسئولية بشكل رائع جدا وقادوا النادي الاهل قيادة حكيمة جدا ويدروا انهم يحققوا بطولات وانجازات كبيرة جدا ودعا اهدنا بالنادي الاهل الولاد الفراز اللي دايما بيقدم كوادر رياضية عظيمة جدا آن الاوان ان تسلم الراية الى اخرين ومن المؤكد ان الجماعة الممية للنادي الاهلي ايضا ستختار بعناية وبدقة شديدة من يجلس على مقعد مجلس الادارة فيما تعلق باللائحة خلاص الامر قد قضي وارسلت اللائحة بالفعل الى مدريات الشباب منذ خمسة ايام بلواقح ونصوصها وزي ما قلت لحضراتكم في انفراد يوم الخميس اللي فاتت شالت منها بعض البنود اللي اعلن لعنا اللي هو سن السبعين اتشال ما فيش حكاية المؤهل دي المؤهل الرجع المؤهل زي ما كان فيش حكاية الخطاب المسجل بعلم ورسول فيما عاد هذا كل البنود مقبولة تماما حتى البند الخاص بيه ان من سن كذا لسن كذا اتنين ومن سن كذا لسن كذا اتنين مع كل الاحترام اللي قاله كابتن حسن حمدي انه ممكن في المرحلة دي فيه مثلا عشرين الف عضو هيختاروا فيه عدد مختلف عن المرحلة دي اوكي لكن بما يعني انه ممكن واحد من سن اتنين وتلاتين لاتنين واربعين يختار بعشرين الف صوت ومن اتنين واربعين لاتنين وخمسين يختار بعشر تلاف صوت اللي سيط من هنا واخد خمستاشر الف بينما اللي نجح هنا نجح بعشر تلاف ازاي الحكاية دي تمشي انا اقول لك تمشي لان انا في النهاية بحط الطبخة اللي انا عايز انا عايز التشكيلة دي وشبهتها بالطرطة لو تفتكروا انا معايا عشر كريزات ومعايا ست وفراولات ومعايا انانستين بس الترطة دي عايزة من العشر فراولات اتنين بس وعايزة من الست اناسات او كريزات اتنين وعايزة من اللي مش هارف ايه كده يعني عادي جدا انا اخد من العشر اتنين واخد من الست اتنين واخد من التلات اتنين لان الطبخة اللي انا عايزها كده وفقا لرؤايا ان لازم المجلس يبقى مشكل من مجموعة مختلفة من الاعمار السنين مقبول مقبول أنا كنت معترض في الأول لكن تمشي مدم دستوران تمشي يبقى تمشي ما فيهاش مشكلة وقضي الأمر تماما واللايحة خلاص اتبعت المدريات وإحنا شخصين عايزين نقف الحوار فيها وأنا عن نفسي مش هتكلم في الموضوع ده تاني يعني خلاص الموضوع انتهى فيما تعلق بهذا الأمر واحد بعيدتلي بيقول لي مين معايا دكتور إسماعيل عبدالغفار